اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم وتوقعات خطيرة جدا قالها مايك فغالي خلال فترة اللي فاتت عاملين تجميع عن اهم التوقعات وابرزها قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقصلكم كل التوقعات والاخبار الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير اول توقع معنا قاله مايك فغالي قال النظر والانظار تتجه لصرح ديني كبير ورجل دين بمثابة الخطر عليه لان فيه دق كبير على الرسول الحقيقة فيه ناس او فيه بعض التعليقات قالت انه يقصد بهذا التوقع خامنائي في ايران خصوصا بعد الانباء اللي قالت انه كان تعبان وبعدين تلعن برح وقال انه كويس ما فيش اي حاجة ولكن فيه كده دايرة من الخطر حوالين هذه الشخصية كمان قال مايك فغالي ان فيه مناطق لبنانية ستشهد زحمة وليست كل الزحام بتكون حميدة وسنشهد بعض المظاهرات على الطرق ولكن احذروا لان شايف فيه بعض الدماء بتسيل منها على الطرقات وقال كمان ان الكيان الغاشم امام المرحلة الاخيرة مش عارف اقول من دلوقتي الشعب الفلسطيني مبروك ولا استنى شوية وقريب هتشهدوا شيء عظيم جدا من السجن الى الرئاسة هل يقصد هنا بمروان البرهوثي مش عارف قال من السجن الى الرئاسة شيء عظيم هيحصل بيذكرنا بالمسجونين للابطال اللي بعد كده بقوا رؤساء جمهوريات ولكن انتبهوا انتو اللي تحكموا نفسيكم لا تخلوش ولا عربي ولا اجنبي يحكمكم لا تخلوش ولا عربي ولا اجنبي يتدخل في حكمكم قال كمان الخطر الاكبر هذا العام هيكون على التاج البريطاني هل يتنحى ولي العهد الملك تشارلس دلوقتي لولي ولي العهد الامير وليام استلام وتسلم بطريقة غريبة وعجيبة اكتر من ملك في مكان واحد وكلام ده كان قبل موت ملكة بريطانيا الملكة اليزابس التانية كمان قال مايك في غارف توقعاته شايف ان همة امير الكويت ونشاطه داخليا وخارجيا هيأثر على صحته ولكن لا اظن ان فيه اي نوع من الخطر عليه ولكن هيبقى فيه اشاعات واقويل بالدور في الافق اما عن البحرين هيكون فيه مرحلة صعبة كتير على صعيد اعادة المظاهرات واعادة المشاكل وقرارات جريئة كبرى تتخذ من قبل الملك وولي العهد وقال كمان اتكلمنا عن الاختيالات وشفنا اللي بيحصل في ايران من اختيالات رؤوس كبرى وشفنا اللي حصل في العراق الحبيب وفي منطقة اربيل والمظاهرات وهيتم في المستقبل القريب اوه بيتوقع اختيال اسم كبير عن طريق طائرة مسيرة واتمنى ان عندما تختاله شخص لا تقتله معه مئة مدني وقال كمان الانظار حول الطيران المدني والطيران العسكري حول العالم وفيما يخص روسيا واوكرانيا لا غالب ولا مغلوب واوروبا ستكتشف الخيانة الامريكية وستقف في وجهها كمان قال ان هيحصل في بعد كده ان كماشا هتتعمل من خمس دول عربية هتحاصر الشيطان الاكبر مختصة بالاراضي لتستعيد كرامتهم والعرب ينطفت في وجه الغرب ويكون اتحاد اقوى من الاتحاد الاوروبي على المدى الطويل مش دلوقتي ولكن ده اللي شايفه هيحصل بعدين سيف الاسلام اسم لن يموت وقال مبارك في مصر الحبيب الى الوجه من جديد والجيش المصري بالمرصاد وسينة تعود للوجه بالنسبة للمغرب اقويل واحاديث عن ملك المغرب واتمنى انها تكون اشاعة وفي تغيير جذري كبير بين المغرب واسبانيا امريكا امام شبه حرب عنصرية بين الولايات وضمن الولايات الوحدة وكلمة الابيض والاسود تعود الى الوجهة والكثير يتذكروا مارتن لوثر كينج رسالة من لبنان الى العالم بحر لبنان للبنان ونفط لبنان للبنان والرسالة الاكبر ما بعد 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 حيفا وكمان قال حكينا عن موجة اختيالات في ريلة رأس السنة بشوية وكلمنا كمان ان الامارات على فكرة هتخش مرحلة فيها شوية صعوبة بسبب الصلح والتطبيع هيكون عليه نتائج سلبية الامارات البحرين هتتوسع من ناحية وهتخسر من ناحية اخرى الاجتماع الاكبر للمسلمين العرب هيكون في سوريا الخاسر الاكبر هي القرى العجوز لبنان بين طريقين طريق الانتظار والصحافة والاعلام والاخبار هيكون فيها خبر واحد محيط ومطار لبنان عسى ان يكون خيرا الدولة العثمانية او تركيا هتحاول ان تمتد الى شمال لبنان وهناك من يساعدها والجنوب فاذا الجنوب والشمال تيهم مشاكل طبعا انتوا عارفين الجنوب مع اسرائيل يعني مشاكلها مع اسرائيل فاذا الجنوب والشمال هل هو مخطط ان يكون فيه مشكلة في جنوب لبنان وشمالها ولكن لبنان ستظل واقفة والجيش اللبناني هو الامر وهنسمع عن بيان رقم واحد وده معناه يعني بيان من رئيس الجمهورية وبيقول تاني برجع واعيد واكرر غاز لبنان لبنان مفيش حد هيشارك فيه والتوقع اللي هقوله هيتأخر شوية ولكن انا شايف ان لبنان هتبقى من الدول الاوائل في تصدير الغاز على صعيد العالم ممكن في النص التاني في 2023 كمان قال في توقعاته الى قطر بنقول ان الامن الاستباقي هينجح والمنديال هيعدي على خير برغم الصعبات الكبرى اللي هتعدي فيها الدولة كمان اتكلم مايك فغالي عن غيمة سودا جديدة بتمر فوق الاردن ولكن تمر على خير مع بعض الاسى وذكرنا ان الشعب الاردني يجب ان يلتف حول ملك الاردن ورأينا ما حدث في ميناء العقبة وذلك اكد ان يجب على الشعب الالتفاف حوالين الملك لانه هيتأخذ قرارات صعبة ويجب ان تكونوا داعمين ليه لياخذكم لبر الامان وادكوا شايفين اللي بيحصل في الاردن سمعنا عن انهيار مبنى قديم مات بسببه 14 واحد ده غير الاصابات وسمعنا عن الطار اللي موجود في مكان في مدينة في الاردن وحرق المنازر والشغب وحرق العربيات والدني كانت مقلوبة مبارح فربنا يسطر على اهل الاردن كمان قال مايك فغالي حكينا عن تفكك الولايات المتحدة الامريكية وشفنا ولاية ميكسيكو او نيو ميكسيكو في بداية 2023 هتعمل استفتاء للاستقلال عن امريكا وهتكون جمهورية خاصة ولكن في ولايات اخرى هتسبق هذا الموعد وتبدأ تعمل استفتاءات العرش البريطاني هتزل اول مرة من سبعين سنة والمملكة التي لا يغيب عنها الشمس تخسر بعض من ممتلكتها وممكن بعض الاراضي اللي مزارت تحت احتلالها تاخد استقلالها كمان هذه الشهور هيحصل فيها امور معقدة اللي هي اخر شهور من سنة 2022 وهتكون شهور مربكة وصعبة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الطبيعة من ناحية الطبيعة بدأنا بالجليد وبعدها الفادانات وبنشوف حتى الدول العربية بيحصل فيها ايه السيور اللي بدأت تنزل على دول كانت بتستنى المطر يعني الامور اتغيرت وكمان قال في تجربة علمية هتحصل خلال هذا العام اتمنى ان لا تحدث او تفشل لانها هتشكل ثقب اسود قريب من الارض والتجارب اللي بتحصل بين بلجيكا وفرنسا وبرطانيا وسويسرا والنفق المعمول واللي بتعامل فيه اه وحاجات محدش يعرف عنها حاجة والفين عايزين يوصلوا برضو الله يستر اه رجع تاني للاردن وقال اللي بيحصل في الاردن من انفجارات او مشاكل مش لعبة ومش حادث ومش صدفة واللي بيحصل في سينة او حصل او مش مجرد ارهاب واللي بيحصل في لبنان مش مجرد مناكفات ومشاكل امور كلها متفق عليها ولكن بالنهاية سنصل لبر الامان حتى لو طال الامر فبر الامان قريب لنا كمان قال مايك فغالي في توقعاته ان التاريخ بيعيد نفسه زي ما حصل في مصر عند اختيار السادات شفنا اللي حصل في رئيس مجلس الوزراء الياباني من فترة والاختيال العالمي لسه مخلص هنشوف اختيالات اخرى لشخصيات كبيرة والى العرب خدوا بلكوا كويس ان الشهور اللي جاية من اصعب الاشهر خصوصا على الدول العربية الموجودة في قرية اسيا او اسيا ككل عمتا هنشوف معارك وانقصامات وحدث يهدد من ديال كتر ولكن يبوء بالفشل وحكينا عن التاج البريطاني في خطر وهنشوف اللي هيحصل في بريطانيا من تدخم وهبوط للجنيل السرليني امام الدولار يعني كذا مرة يذكر بريطانيا والكلام ده كان قبل اصلا وفاة من ملك اللازباس بالنسبة للسعودية في مرحلة صعبة هتمر بيها ولكن بحكمة ولي العهد يتخطاها ومصر ام الدنيا هتعدي فيها اكتر من مرحلة في ارهاب ولكن هتمر على خير بفضل الجيش وهيحبط محاولة ممكن تكون اختيال او تفجير والمحاولة هدفها وزرع نوع من الحروب الطائفية ولكن الجيش المصري هيكون لها بالمرصاد وسنرف بعض الاحيان الجيش المصري خارج ارضه وخاصة الطيران المصري كمان من دائما توقعات مايك فغالي للعالم انه بيقول ان مياه نهر النيل تعود الى طريقها الصحيح زي ما كان النيل ماشي من 3000 سنة الورى هيرجع تاني يمشي في نفس الطرق اللي كان ماشي فيها زمان وهنشوف المياه تاني بترجع قرب الاهرامات وكمان قال في حاجة مهمة جدا سوريا الازدهار وزي ما على طول بحكي ولكن الموضوع محتاج وقت عشان يبقى فيه اعادة اعمار المهم البداية بدأ يعني البداية الاعمار بدأت انتم لسه مضغوطين نظرا للعقوبات اللي عليكم والميليشيات والحاجات اللي فيه اللي جوه سوريا ولكن في النهاية هنرجع نشوف سوريا زي زمان واحسن بكده نكون انتهينا شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وغيرت نعمل لايك وشارل الفيديو عشان يوصل لكل الناس